إيه الإجراءات اللي ممكن نستفتح بها السنة الجديدة أو الإجراء فكر في ثلاث أشياء بتعوقك عن السير إلى الله وقرر أنت تنتهي عنها الآن الآن انتهي عنها الآن ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر الناس وأخبر قوما كانوا لا يفهمون مراد الله وأخبرهم إنهم انت انتهوا يغفر لكم ما قد سلف إيه ده يعني الانتهاء يبيض الصحاء فانتهوا اختار ثلاث حاجات خلاص تاني إجراء اختار ثلاث مجالات تبتغي فيها وجه الله مثلا تبتغي وجه الله في بيتك بأنك تعيش في بيتك مصدر من مصادر المواد والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة تبتغي وجه الله وإنت بتنفق على أولادك وتقصد أنت ترد المال للرضى سيدك لأن سيدك بيحب أن تنفق على أهل بيتك فأنت بتنفق المال بتنفق المال لمحبة ومرضات الله سبحانه وتعالى إنو إنك ترد حاجة بقى وده شيء مهم جدا إنو إن أنت تزيد خلق كل يوم في حياتك زي خلق مثلا الكلام الحلو كلام الحسن خلق زي مثلا الصبر على سماع الناس خلق أن أنت المسامحة وإيه اللي حاصل وما تطلبش مقابل من الناس يعني لو أحسنت إلى الناس ما تبطلش وما تطلبش إنهم كمان ما تبطلش الإحسان إليهم ما تبطلش الإحسان إليهم لو ما أحسنوش إليك وما تطلبش إنهم لازم يحسنوا إليك بالطريقة اللي أنت عاوزها دايماً خليك ماشي في الأخلاق زي ما رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله وإذا كيف يفعل الأخلاق مكتفياً بالله فهتلاقي الناس بتحبك ويتفتح لك كل الأبواب ويتفتح لك قلوب الناس رابع حاجة إنه في بداية السنة إنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون لك ورد من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على أقل مئة مرة في اليوم وإنت مستحضر إنك بتصلي على رسول الله وهو بيرد عليك السلام خامس حاجة خلي عندك ورد من الارتواء كل يوم سواء بذكر معين زي يا سعدي ويا سنة دي أنت وحدك مادة دي أو بعمل معين لما بتعمله بتحس بالوصل بالله تحس إن قلبك منشرح وهنا هو ده الكلام زي مثلا أن أنت تدعى ربنا بالدعاء ده اللهم اجعل هذا العام عاما تفيض علينا فيه من جميل فضلك وتفتح علينا فيه خزائن توددك وحنانك وعطفك وتنزل علينا فيه من بديع مددك وواسع عطائك ما تنير به لنا كل سبيل لسعة أرزاقنا وسعادة قلوبنا وصفاء ووصل أرواحنا وجبر خواطرنا فلا نشعر إلا وقد وهبتنا بتمام حبك لنا قلبا جديدا سليما مليئا بالمحبة والجمال والأنس والوصال يا رب العالمين